بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي قلاب الصف الخامس علمي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات ودرسنا اليوم هو تكملت لحلول تمارين 22 تمارين المتتابعة الحسابية بكل أنواحها وحلينا بالدرس الماضي لحد السؤال الثامن وبعد السؤال الثامن موجود بس راح نتذكرانوا ياكم بالسؤال الثامن يقول أي حد من المتابع الحسابية من المتابع الحسابية يكون مساوية ل87 يعني يا حد قيمته تساوسة يجد رتبة الحد اللي قيمته تطلع 87 وقلنا أنه ممكن عندنا طريقتين هنا للحل طريقة الأولى لمن ممكن أكتب المتتابعة الحسابية إلى الأخير وأشوف إلى أن يطلع للعدد 87 وأجي أعد واحد اثنين ثلاثة وهذه يعني عملية غير منطقية ولهوية صحيحة هذه غير منطقية لما تكون عندك مثلا حد ترتيبة مثلا مو 25 ميتين وخمسة وعشر أو 300 أو 400 زين هذا جديد لك وقت وجهد الرياضيات تعلمك شون تختصر أو تستخدم دماغك لأن تختصر الوقت والزمن في إيجاده فعندنا القانون العام طبقنا في إيجاد هذا القانون العام اللي هو الحد النوني يساوي أنه أي زاداً ناقصاً واحد وطبقنا ووجدنا أنه الحد اللي ترتيبه 87 يساوي النشقد 25 وسأل هل يوجد حد في هذه المتابعة تساوينا 333 أنا ممكن عند الدرس الماضي قلت لكم ممكن نخليكم مياه واجب بس ارتينا أنهم بقي لكم مياه حتى نشوف أنه أكو حد فعلاً ترتيبه 333 فحتى نضيفه أيضاً ما عندنا غير إحنا بس هذا القانون العام يعني يولي الأن يساوي أنه أي زاداً أن ناقصاً واحد في دي زين حد النوني قيمته 333 يساوي أنه أي حد الأول جرع الديسال التسعة زاداً أن ما عرف أشقد ناقص واحد في دي الأساس جد طلعناه أربعة زين 333 ناقص تسعة زاداً تسعة نقلها يساوي أنه أربعة أن ناقصاً أربعة 333 يساوي أنه أربعة راح يساوي أنه شقد أفواً أفواً تلاتة وتسعة أطمائش تين بلد واحد 3 واحد أربعة 342 ناقص أربعة نقل هش يصير زاداً أربعة يساوي أنه أربع أن إذن راح يساوي أنه أربعة ستة يساوي أنه أربعة أن نجي إذن أن يساوي أنه ثلاثة أربعة ستة 346 على أربعة زين نقسم هنا ثلاثمية وستة أربعين على أربعة ويساوي أنه أربعة وثلاثين يعني أنه على ثنين هذه واحد أربعة طعش على ثنين بها سبعة ستة ثلاثة على ثنين بها ثنين لها قسمنا على ثنين هذا راح يطلع لي 173 زين على ثنين راح يطلع لي كسر إذن هنانا وأن وهذا إذن لا ينتمي إلى أن موجب الأعداد الطبيعية الموجبة إذن لا يوجد حد ترتيبه 300 أو مترتيبه أفواً قيمته لا يوجد حد في المتتابعة يساوي 333 لأنه عدد حدود المتتابعة بني اطلع لأن كسر أو عدد عشر هذا ما ينتمي لعداد الطبيعية إذن لا يوجد حد ترتيبه مثلا 11.5 أو 11.3 لا يوجد حد فإذن لا يوجد حد ونستفاد من هذه التي تنسوها لازم عدد حدود المتتابعة الحسابية لأنه يكون ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية شفنا هذا السؤال الثامن الآن راح نشوف السؤال التاسع ولدي شوف النقرم السؤال التاسع السؤال التاسع يقول متتابعة حسابية متتابعة حسابية حدها حدها الرابع يساوي سالب واحد وحاصل وحاصل ضرب حديها الثاني والثالث يساوي عشر فما حدها العاشر نقرر السؤال يقول لي متتابعة حسابية أو يتوجد متتابعة حسابية حدها الرابع يساوينا سالب واحد أكو متتابعة حسابية أحنا نعرفها حدها الرابع يساوينا سالب واحد وين مشكلة؟ قيمة الحد الرابع سالب واحد وحاصل ضرب حديها الثاني والثالث يساوينا عشرة من نضرب الحد الثاني في الحد الثالث يكون الناتج يساوينا عشرة يجد حدها العاشر يصير حتى أعرف الحد العاشر حد المية حد العشرين حد الخمسة وعشرين لازم أنا أوجد الحد الأول والأساس هذا مهم جدا يجب أن ما ننسى ولدي وبناتي طيب نجي نشوف معطيات السؤال شون إذا أوجد الحد الأول وشون إذا أوجد الحد الأساس الحد الرابع إحنا عدنا القانون العام القانون العام يقول يولي الأن يساوينا أي زائدا أن ناقصا واحد هذا هو القانون الحد العام للمتابعة الحسابية ما عدنا غير بس هذا القانون العام الحد الرابع قيمته سالب واحد يعني سالب واحد يساوينا أي زائدا أن يصير أربع ناقص واحد هم على كيفي أربع ناقص واحد في دي إذا سالب واحد يساوينا أي زائدا ثلاثة دي ونقدر نقول له هذه معادلة رقم واحد ما دام بها مجهوليا إذن يراد لي معادلتين حتى أحل هاي المعادلة لا تنسى يراد لي معادلتين طيب هذا الحد الأول زين كمل وحاصل ضرب حديها الثاني والثالث زين الحد الرابع هذا إذن حد الثاني يولي الثاني يساوينا أي زائدا دي هذا الحد الثاني والحد الثالث شي ساوينا أي زائدا ثنيا دي تمام فإذن أي زائدا دي حد الثاني في أي زائدا ثنيا دي حد الثالث شي ساوينا عشرة من يقول هو قايل لي بالسؤال وحاصل ضرب حديها الثاني والثالث الحد الثاني أي زائدا دي والحد الثالث أي زائدا ثنيا دي حاصل ضرب حديها الثاني والثالث ساوينا عشرة هاي افتح هاي المعادلة او اعوض عن قيمة اي هنا واشوفها نفتح نوزع اي تربيع زائد اثنين اي دي زائد اي دي زائد اثنين دي تربيع يساوي نشقد عشر اي تربيع اثنين اي دي زائد واحد اي دي يساوي نشقد عشر وهذه هي معادلة رقم اثنين صارت عدي معادلتين معادلة من الدرجة الاولى بها متغيرين ومعادلة من الدرجة الثانية بس ايضا بها متغيرين نحلها انيا مثل ما تعلمنا في دراستنا السابقة من معادلة رقم واحد من معادلة رقم واحد راح نطلع اي يساوي نسالب واحد سالب ثلاثة دي هذه نعوضها وين بالمعادلة رقم اثنين وين هم معادلة رقم اثنين كل اي تربيع يساوي نشقد سالب واحد سالب ثلاثة دي الكل تربيع زائد ثلاثة دي في سالب واحد سالب ثلاثة دي زاعدا اثنين دي تربيع يساوي نحو عشرة عوضناها اصبحت معادلة كلها بها متغير واحد وهو دي نحل هاي المعادلة ونبسطها من خلال طرق الحل اللي تعلبناها سابقا هذا نفتحه كمفكوك مربع الحد الاول واحد سالب في السالب موجب اثنين في الاول في الثاني ستة دي دائما موجب مربع الحد الثاني تسعة دي تربيع ثلاثة دي فيه سالب ثلاثة دي ناقص تسعة دي تربيع فتحنا زادن اثنين دي تربيع ناقص عشرة يساوي صفر اجمع الحدود المشابه وراتبها زادن تسعة دي تربيع وناقص تسعة دي تربيع راح ح niños مقعدة دي اثنين دي تربيع ناقص تلاثة دي وزادن ستة دي زادن تلاثة دي ناقص عشرة زاد واحد ناقص تسعة يساوينا صفر نحللها بالتجربة من الدرجة الثانية حلل بالتجربة يساوينا صفر 2D تربيع جاءتني من 2D في D إشارة الحد الأخير السالبة إذن إشارات داخل القواس تكون مختلفة وحده سالب وحده موجب ونرتبها حسب حدنا أنا لثلاثة إذن هنا 9 جاءتني 3 في 3 أشيك سالب 3D وزائدنا 6D زائدنا 3D أما 2D ناقص من 3 يساوينا صفر هذا يؤدينا إلى أنه 2D يساوي 3 إذن D الأساس ساوينا 3 على إشغال على 2 طيب هذا هو الأساس الأول إذن من طلعنا D يساوي 3 إذن A يساوينا سالب واحد سالب 3D إذن A A يش راح يساوينا سالب واحد سالب 3 في 3 على 2 إذن A يساوينا سالب واحد سالب 9 على 2 ويساوينا المضاعف 2 هنا سالب 2 سالب 9 إذن A يساوينا سالب دعش على 2 هذا وجدنا A لما نديه تساوينا جد 3 على 2 وهذا نقدر نشتغل عليه ونطلع منه الحد العاشر أو الحد العام نشتغل هناك نحن نكمل المكان اللي عندنا لما نديه إذن حد النوني ساوينا A زائد N ناقص 1 في D حد العاشر إش راح يساوينا A جد طلعناها سالب دعش على 2 زائد N اللي هي 10 ناقص 1 في D لأساس زياد عندنا في 3 على 2 حد العاشر يساوينا سالب دعش على 2 زائد N 9 في 3 على 2 إذن حد العاشر يساوينا سالب دعش على 2 ويساوينا زائد N 27 على 2 بص مع البص إذن حد العاشر يساوينا 27 تروح تروح 10 7 تروح 1 6 1 ويساوي نجقد 8 هذا هو الحد العاشر هذا هو الحد العاشر لمن كان عد الأساس هنا نرجع شوي شباب لو سمحتم لمن طلع عد الأساس 3 على 2 والحد الأول سالب دعش على 2 هذا أما هس راح ناخذ لمن D تساوي نجقد D زائد 3 يساوينا صفر راح ناخذ هذا الاحتمال نجح نعلم أما أو هس D زائد 3 ساوينا صفر هذا يقدينا إلى أنه D يساوينا سالب 3 فلعنا طلعنا إذن A يساوينا سالب 1 سالب 3 D إذن A يساوينا سالب 1 سالب 3 في سالب 3 إذن A يساوي أنه سالب 1 زائد 9 ويساوي أنه جد 8 هسه راح نوجد حد العاشر لما يكون عد الأساس سالب 3 والحد الأول 8 القانون مكتوب عدي فوق إذن حد العاشر يساوي أنه A اللي هو 8 زائد 9 اللي هو N10-1 في D الأساس جد عدي سالب 3 إذن حد العاشر يساوي أنه 8 ناقص 27 ويساوي أنه حد العاشر يساوي أنه جد سالب 19 هذا هو الحد العاشر لما يكون عدي الأساس سالب 3 والحد الأول يكون 8 الحد العاشر راح يكون عدي سالب 19 راح نشوف إنا راح نأخذ الآن السؤال التاسح اللي أنا العاشر إذا كانت عاشر سؤال أيضا لطيف ويعني به فدمجاهي بس أذكرك وليدي لتعلم تخاف من السؤال يعني أذكر أبنائي وبناتي لن نتعلم نخاف من السؤال السؤال والذكر يشوفوها عندنا هذا القانون ما لحد العام نقدر نوجد به لن تتعلم تخاف من السؤال أنت اقرأ وتعبروحك وتابعنا وإن شاء الله يصير خير هذا السؤال التاسح راح نشوف السؤال العاشر اللي يقول سؤال عاشر إذا كانت كاتب لمتتابعة أي سبعة فراغ فراغ بي فراغ يساوي أنه 25 متتابعة يقول لي هذه متتابعة حسابية وكانت وكانت بي تساوينا خمسة أي زائدنا اثنين فما قيمة أي وبي هذا مطلوب وما عدد حدود المتتابعة لازم على تستفهم لأنه questions طيب نقرأ السؤال ومهم جدا ولدي وبناتي نقرأ السؤال ونركز ونحاول نفسر المعاني لا أباوع السؤال هالشكل أباوع أو اخترع من عدة لا تعلمون ونخافون من السؤال أبدا ماك سؤال يخوفكم يقول إذا كانت أي هاي متتابعة هذا رمز ما المتتابعة أي حد الحد الأول والحد الثاني سبعة و ما أعرف أكو مجموعة من الأعداد هنا والحد اللي ما قبل الأخير بي والحد الأخير ساوينا خمسة وعشرين يقول لي هاي متتابعة حسابية هو دي يقول لي هاي متتابعة حسابية زي هاي المتتابعة حسابية وكانت كل B تساوينا خمسة A زادنا اثنين كل B تساوينا خمسة A زادنا اثنين ال B هذه فما قيمة A و B زي فما قيمة A و B وما عدد حدود المتابعة يعني هناك أكثر من مطلوب يا شباب هناك في هذا السؤال أكثر من مطلوب لازم نوجد قيمة A و B وريد نعرف لعدد حدود المتابعة يعني هذا لأنه متابعة منتهية حدها الأول معلوم وحدها الأخير معلوم متابعة منتهية مغلقة زي الجد عدد حدودها زي حتى أوجد قيمة B أو أوجد قيمة A و B أسأل بما أنه المتتابعة حسابية بما أنه المتتابعة حسابية إذن شرحة السنتج أنه خمسة وعشرين ناقص B يساوينا سبعة ناقص A بما أنه متابعة حسابية إذن خمسة وعشرين ناقص B هو بقدر سبعة ناقص A لأنه المتابعة شون شكلها حسابية إذن فرق الحد الثاني على حد الأول بقدر الحد الثاني الأخير عن الأول عادي لأنه متابعة حسابية طيب أنا عدي بي تساوينا خمسة A على ثنين فعوض بو كان بي خمسة A ناقص ثنين إذن خمسة وعشرين ناقص بو كان بي خمسة A زادنا ثنين ولاحظوا خلينا السالب لأنه السالب يغير ما بعده تراعي الإشارة يساوينا سبعة ناقصا A أصبحت هاي المعادلة اللي عدي بيها كلها كم متغير متغير واحد إذن ممكن نحلها ممكن نحلها بسهولة نفتح شي ساوينا خمسة وعشرين ناقص خمسة A ناقص ثنين يساوينا سبعة ناقصا A أخلي المجهول في جهة والمعلوم في جهة خمسة وعشرين تروح ثنين راح يساوينا ثلاثة وعشرين ناقص سبعة نقلها يساوينا خمسة اي انقلها موجب خمسة اي ناقص اي خلينا المعلوم في جهة والمجهول في جهة اخرى 23 تروح 7 يساوينا او 5 اي ناقص اي يساوينا 4 اي 23 تروح 7 يساوينا 16 اذا اي يساوينا 16 على 4 ويساوينا 4 هذه قيمة اي قيمة قيمة اي وجدناها طيب بي شرح نوجدها ورين فما قيمة اي وبي بي شرح نوجدها عدي بي تساوينا 5 اي زادنا 2 اذا بي يساوينا 5 في 4 زادنا 2 اذا بي يساوينا 20 زادنا 2 ويساوينا 22 وجدنا قيمة اي وبي هاي قيمتهم وجدنا قيمة اي وبي طيب هذا المطلوب الاول وجدناه بسهولة وبيسر طيب يقول له يشوف زين يقول وما عدد حدود المتابعة عريد عدد حدود المتابعة راح عوض عن قيمة اي وبي بالموجود اللي عدي نعوض عن قيمة اي افوين اي كاتل كاتل لثر نعوض عن قيمة اي وبي بوبي في المتتابعة اي 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 طلعناها 4 و 7 وبي اي 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 جد عندنا 22 25 25 إذن A هنا يساوينا 4 وD يساوينا 3 7.4.3.25 إذن هو شريد ما عدد حدود المتابعة عندنا القانون العام يقول لن يساوينا A زائد N-1 في D هذا هو القانون العام للمتابعة الحسابية يا شباب الحد النوني الحد الأخير 25 يساوينا A يشقل عدنا هذا الحد النون هنا يساوينا 25 حد النوني 25 أي الحد الأول وجدناه 4 زائد عدد الحدود أنا أريده 1 في D الأساس يشقل عدي فيه 3 لاحظوا من عوضنا بهذا القانون كل معلوم عدي فقط أن عدد الحدود مجهولة فقط أن إذن سهولة وبساطة شديدة ممكن أحل 25 يساوينا أربعة ندخل لثلاثة على الشيء يصير ثلاثة N ناقصا ثلاثة طيب 25 يساوينا أربعة تروح واحد زائد ثلاثة N ننقل الواحد إذن 24 يساوينا ثلاثة N هذا يؤدينا إلى أنه N يساوينا ثمانية هذه عدد حدود المتتابعة اللي هي صارت A و B وجدناها بسهولة وبساطة شديدة يعني بعد ما عوضنا عن قيمة A و B الآن أبنائي و بناتي طلاب الصف الخامس هذا ما سمح به وقت الدرس لهذا اليوم أستودعكم الله وأمل أن نلتقي في درس قادم جديد نكمل بها التمارين هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة